ترجمة نانسي قنقر مرشدنا اليوم هي التعبيري و تشكيلي سنشتغل من حلالها على موضوع برمب الشمس لمنظر طبيعي صحراب الآن سوف نضع إلى تحديم الأدوات التي سوف نحتاجها خلال هذه المرشد سوف نحتاج إلى السباب الألوان الأساسية أحمر، أصفر، أزرق، ثم الألوان محيلة، أبيض، وأسود سوف نحتاج إلى فرشات كبيرة للفشل و أخرى صغيرة للفشل سوف نحتاج إلى الماء، ثم إلى نماتج بصور في مناظر طبيعية صحراوية أو مناظر تمثيل منظر قنورو كذلك إلى صغيرة مرسومة في أشكال حيوانات مختلفة سوف نحتاج إلى برق بصيكي، ثم إلى قر الآن سوف نذهب إلى إنجاز اللوحة، تابعونا أشاهد قبل الشروع في عملية السبابة، سوف نشاهد بعض الصور التي تمثل مشاهد منظر غروب في الصحراء كما ترون هنا أن هذه الصورة تتكون من قسمين القسم الأول الأعلى، هناك تدرج من اللون الأحمر إلى اللون الأصفر مرون من البرتقال وفي الأسفل هناك أشياء الكائنة تكون مظلمة، يعني خيال قدر هناك مستويين في اللوحة أو في الصور الشيء نفسه نراه في هذه الصورة أيضا هناك مستويين في مستوى الأول، الألوان ساحل ثم ألوان داكنة أو لون داكن يمثل خيال الكائنات أشياء إنسان، حيوان أو نباتات إلى غير ذلك نمر الآن إلى عملية الصباغة وضع صباغة الصباغة أولاً نقوم بوضع القليل ماء لتسجيل عملية التدرج اللون بما أن هذه الصباغة مائية سوف نستخدم هذه العملية نضع اللون أو الصباغة مستوى الأول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يسهل تضراج اللون اضافة الصباغ نذهب الى تقاطع اللون القصر مع المرتبقاني اشتركوا في القناة اضافة 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 لهذا نرى في النواحات أو مشاهد الغروب أن الأشياء مثل الإنسان أو هايوان يكون داكن أن الضوء يعطينا دائماً فجان عكسة الضيب توموا نوديف القليمي للأخمار ونبورت القليمي للأخمار دائماً نفس الشيء نقوم بإزالة سيبرة ثم نذهب إلى تقاطع المغمار مع المغمار يجب أن يكون هناك تضروج لأنك تزرته في اللون ثم نقوم بإزالة الأخمار ثم نقوم بإزالة الأخمار نقوم بإزالة الأخمار يجب أن تضيف القليمي للأخمار ويجب أن تضيف القليمي للأخمار ويجب أن نحصل على المغمار موسيقى سيبارا يهيانا موسيقى موسيقى نقوم موسيقى 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 يضمن ان السباق في وضع القرور يجب ان اكتملت في هذه المرحلة سوف نحتاج لهم أسود ويمكن تعويضها ويمكن تعويضها بلون حاتيم بمسج اللون الأحمر مع اللون الأزرع كذلك يصلح يعني اللون نقوم بلون الأزرع ثم اللون الأحمر ثم تلاحظون نقوم بلون نقوم بلون نفس جيقاته عندما نرسوم الألوان الطبيعية لأشكال الحيوانات للجبل أو المنابر الطبيعية نقوم بتلوين الضرع الضرع هناك ألوان ساخي يعني الشمس الواجهة التي نقوم بها هي ضل الأشياء نقوم بتحضير كمية كافية نقوم بتحضير كمية كمية نقوم بتحضير كمية 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 لديها من خلال نقوم بتحضير كمية 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 كرد ثم ثم تحضير كمية 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 كرد اضع اللوحة الجانبية تصبح جانبيا لغسط ثم اخذوا الورقة ونقوم بتمرين بسيط لرسل أشكال حيوانات أو أشكال نباتات مثل الناخيل سوف نحتاج الكثير من الروحة أشكال الطيور مثلا بالنسبة لنا أشكال الجمال قد قمنا بصنع أو بابتكار مرشان الآن سوف نذهب إلى التمرين على رسل النخل النخل هاتل سوف نعمل طريقة سهلة وبسيطة من الأسفل إلى الأعلى نلاحظة أن البسفل يكون الخط أكثر سمكاً في المقارنة مع الأعمال من المركز نضرع الخط ثم نعم نستعمل نعم 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 حوال Verdun رسل نعم نعم هذه الطريقة نذهب إلى الصورة ونقوم بترجمة هذا التمجيل على اللوحة نختار أي مكان في اللوحة ثم نختار هذا المكان ونقوم بترجمة كما تلاحظون هذه المرة اخترت أن التجار النقل تكون مالية إلى اليمين أخرى سوف تكون عموبة دائماً أحافظ على الصمك الأسفل يكون أكثر صمكاً من الأفتجاء الأعلى يجب أن تدرج بالصمك طريقة سريعة وبساطة نقوم في المركز يجب أن تكون جزء العلمي ثم نأخذ خرشات سغيرة سوف نرسل التفاصيل الدقيقة كما تلاحظون ان الجون الذي استعملنا قريب من السود وانا في سباريا اذا قمنا بالمسجد الوين الساسية نحصل على النون بالاسود نحصل على النون بالمسجد الوين نحصل على النون الآن سوف نذهب إلى رسم الجمال نحصل على المسجد الوين الآن سوف نذهب إلى تحذير المرشن بأشكال حيوانات بما أننا في منظر الصحراوي كلنا يتميزنا أن الصحراء تتميز بجمالية وطبيعة خلافة من بين الأشياء الجميلة للصحراء تحتاج إلى الجمال والكتبان الرملية والناخل المتعلان إلا أيضا من الأشياء التي تتميز المناظر الصحراوية أو الطبيعة الصحراوية سوف نحتاج إلى أشكال الجمال وضعيات اختلفة ثم عمل ورق بلسطيكي سوف نستعمل الورق بلسطيكي لأن الصباغ مائي استعملنا الورق عادية سوف نتنف مع الوقت بالنسبة للمرق البلاستيكي يبقى صالح الاستعمالات العديدة الآن نذهب إلى بضع ورق البلاستيكي على الرسل المراد تبقيه نتكبت الورق البلاستيكي بلاسق في هذه العملية نستعمل قاطع نتكبت هذه العملية القاطع ثم نقوم التقطيع الشكل الجامع نختار الجامع الأول ثم نقوم بالنسبة للمرق البلاستيكي في العملية تقطيع الشكل ثم نزوح الحضارات المرزة الأخوار من الفاطع بالنسبة للأشكال والحيوانات يمكن أن نأخذ صور محطة للمرق البلاستيكي أو صور مرزوم نتابع رمية التقطاع نسبة للمرق البلاستيكي نتابع رمية التقطاع الآن نتابع رمية التقطاع للمرق البلاستيكي نتابع رمية التقطاع للمرق البلاستيكي الانتابع رمية التقطاع يمكن أن نعرف بخطاء الأشكال الأخرى خطرت هذا المسبقا كاستغلاء الوقت في السباغة هذه النتيجة المتيزة والناقصة عليه الآن نذهب إلى السباغة الأشكال للوحة بعد أن جفت السباغة أصبحت اللوحة جاهزة نتابع رسمها نأخذ الوطف بلسيكي الذي حضرناه وضعت هذه المراقلية تضع لكم أمل التقطيع الوطف بلسيكي هذه هم الأشكال التي حضرناها مسبقا الآن نذهب إلى عمليات السبارة على اللوحة نأخذ الشكل المراد رسمي على اللوحة ونقوم بعملية تتبيت وقت بلسيكي على اللوحة ثم نأخذ التموفر الصحيح داخل اللوحة نأخذ قطعة من الأسفنج ثم نضع عليها قليل من الصباغة دائما نسل اللون الذي قمنا برسمه بمسجه سابقا أحمر وأزرق ثم نقوم بعملية التقطة العمولية هذه العمولية تحتاج إلى تتبيت الورق بلاستيكي جيدا على الورقة أو على اللوحة ثم نقوم بعملية التقطة العمولية ثم نقوم بعملية التقطة العمولية ثم نقوم بعملية أمورك ثم نقوم بعملية التقطة العمولية ثم نقوم بعملية التقطة العمولية نأخذها بشكل آخر نقوم بتحديد ذلك نقوم بتحديد موقع أو مكان نذهب إلى خلط المزيد منها السبارات دائماً اللون أصدقنا على اللون نحصل على في نفس الشيء دائماً نقوم بتحديد موقع بلاستيك نحصل على اللوحة نقوم بتحديد قدرة كافية من السبارة ثم بطريقة عمودية نقوم بهذه الطريقة أو هذه الحركة نقوم بتحديد موقع سأقوم بإطقاءة أكثر ننسى الوحاول الإتقاء هذه هي تقنية بوشوة تمو نعم نعم نتجان نسمى للشكل تاني نطلب إلى الشكل الثالث ونقوم باقي الشكل تاني الشكل الثالث هنا في هذا الشكل حاول إبعاده قليلا حتى تتضرق الشمس كميلاً الآن نقوم بأميرة السباغة نقوم بأميرة السباغة نقوم بأميرة السباغة الآن سأنتظر قليلا حتى تتجيب السباغة ثم نذهب إلى سباغة الشكل الأخير الآن نذهب إلى الشكل الأخير الآن نقوم بأميرة السباغة نقوم بأميرة السباغة الملاحظة هو أن الشكل في الجمل يجب أن يأخذها مصار الكتلة الرملية بمعنى إذا كانت الكتلة تتجيب للأعلى فالشكل الجمل سوف يتبع فتخ بأسرق الآن عندما ننتهينا من رسل الجمل سوف نذهب إلى رسل التفاصيل الدقيقة التي تسعط للوحة جمالية خاصة بالتفاصيل الدقيقة هناك حبث يجب ان يصبع او 100 فرغات يمكن اضافة باطلور نعم البطائر الاول يجب ان يصبع هنا نريد ان يكون هناك لاحظة بطائر بهذا أعزائي المشاهدين يكونوا قد ينتهيون من نصر لوحة جميلة لمنظر استقراري وعفة عن الرب شكرا لكم